تتكلم شوية عن المجموعة القصصية اللي حررتك قدمتها وكلمني شوية عن حبك للمجموعات القصصية هل الكتب بيلاقي متعة أكتر في الكتابة في المجموعات القصصية ولا ممكن يبقى مرة مجموعة قصصية ممكن مرة رواية ممكن مرة موضوع تاني مثلا مختلف يعني اختلفت القراء في الموضوع ده في ناس محبة لكتابة الرواية أو في ناس متخصصة في كتابة الرواية وفي ناس بتكتب قصص هو أنا بكتب الاتنين عندي حتى سبع مجموعات قصصية وسبع روايات اسمت العدلي القصة القصيرة بتحتاج تكسيف أكتر من الكاتب وبتحتاج أنه يكون عنده روح التجريب والمغامرة أكتر من كاتب الرواية الرواية فيها مساحة الكاتب يتكلم فيها عن عوالم كتير وعن شخصيات كتير وممكن نغفر له بعض الأخطاء يعني غفران الأخطاء في القصص القصيرة أقل مساحة السماح أقل من الرواية طبعا ده مش تجني مش مثلا لصالح القصة على حساب الرواية لا هو ده عالم كتابي وده عالم كتابي تاني الفكرة هي اللي بتفرض نفسها على الكاتب وموهبته هي اللي بتحدد برضو إذا كان هو هيكتب هذه الفكرة هيصغى في قلب روايي أم في قلب قصصي وأنا اخترت في هذه المجموعة لناها تكون قصص القصص بتبقى لمحة عن شيء معين ومن ثم بيبقى احتياج هذا الشيء في عدد قليل من الصفحات وعدد قليل من الشخصيات علشان ينفذ لعمق الفكرة في أسرع وقت موجود الهروب خارج الرأس اسم المجموعة القصصية اللي حررتك مقدمها وطبعا بتحمل تحتيها 13 قصة العنوان ده بيحمل تحتيه 13 قصة أولا ليه الهروب خارج الرأس؟ الهروب خارج الرأس هو مش لسبب غير لأن هي اسم قصة من ضمن 13 قصة وهي لقيتها اسم يعني فيه نوع من مناسب لل13 قصة مناسب لل13 قصة جدا وفي نفس الوقت مدي شكل كده يعني دايما الهدف عند كل كاتب أنه يقرأ يعني أن القارئ يجيب حاجته ويقراها فبالتالي بيحاول يكون العنوان جاذب بيحاول يكون القصة اللي هي بقى الهد بتاعت المجموعة القصة الرئيسية بتاعت المجموعة هي اللي تجذب القارئ من العنوان ومن أحداث القصة نفسها إمتى الإنسان ممكن يحتاج أنه يهرب خارج رأسه؟ الإنسان بيهرب لما يكون الخيال بالنسبة له أفضل من الواقع المعاش يعني فبيهرب إما بالتاريخ وإما بالتشرف المستقبل يعني إما بأنه إما الحنين إلى الماضي أو النستالج أو التاريخ صحيح صحيح يا إما بأنه بيتوقع حاجات أو بيستشرف حاجات في المستقبل هي ما حصلتش بالفعل لكن هو في الحالتين ما بيبقاش عايش اللحظة اللي هو عايشها بالفعل وفي الحالتين بيكون الواقع بالنسبة له غير مجزي أو مش سعيد مش هواش واقع سعيد عشان كده هو بيحاول يهرب منه بيبقى غالبا مش شرط أساسي لكن هو شرط لكن مش أساسي يعني ممكن الواحد يهرب مش بالضرورة أن تكون اللحظة الرهنة هي لحظة سيئة فبيهرب منها لا هو ممكن تبقى لحظة سعيدة وهو اللي عنده حانين للماضي وحنا كلنا عندنا حانين للماضي طبعا ممكن واحد يبقى عايش أزهى فترة ليه ويحن للماضي لكن الحقيقة أن أغلب هذا الهروب بيكون من غضب في اللحظة اللي هو عايشها يبقى غضبان متضايق مش حاس أنه هو يعني وفيه كده إحساس جوه الإنسان بشكل عام أنه هو خلق في لحظة غير مناسبة ده إحساس بيجي لكل البشر يعني هو إيه يجي متأخر شوية يجي بدري شوية لكن هو يحس أنه مش اللحظة دي هي المناسبة ليه فدي بتبقى أكتر فترة بتحتاج أن الإنسان يهرب خارج رأسه ويحن للماضي يحن للماضي يحن للماضي أعتقد أن جزئية الحانين للماضي تحديدا دي موجودة فينا كلنا يعني مفيش حد فينا ما بيحنش للماضي آه بس بنسب بس بنسب أيا ما كان الواقع بتاعه شكله عامل إزاي صحيح بس هو جزء من تكويننا يعني جزء من أفكارنا الحنين إلى الماضي أعتقد دي يعني آه آه طبعا أو مين ما بيحنش لطفولته حتى لو هي طفولة باقسة بالزبط بالزبط وذكريات وأيا ما كانت بقى طفولته في مراهقته يعني أي ذكريات الواحد دايما بيحن لها أحيانا صحيح يعني المجموعة القصصية دي فيها قصة اسمها بونا بونا دي اللي بيرويها طفل عنده ست سنين آه وهي والدته بتقول له اختار اسم لأخوك هو والدته خليف الطفل صغير فهو بتقول له اختار له اسم فهو مش لاقي أي حاج لأن الشارع بتاعهم كله الناس بتحتفي بشخص اسمه بونا لأنهم بيقولوله يا بونا آه فهو لغى الألف وبقى يسمعها بونا بونا فرح قال له أنا هسميه بونا قال له يا أحمد بونا يعني أنا بقول له اختار له اسم اختار له بونا اللهم هو ده أشهر حد في المكان وده أكتر واحد مبجل يعني والناس بتحترمه وبتقدره بيروحوله عشان يباركهم وبيروحوا ياخدوا منه اللحمة في الأعياد ويروحوا ياخدوا منه أبونا هو أبونا هو أبونا بسوا عشان طفل شال الألف وأبونا لأنه بيقولوها يا بونا أيوه عايزين كذا يا بونا أيوه فهو اسمعها أبونا فالقصة اسمعها أبونا أيوه القصة فيه ثلاث أو أربع صفحات لكنها بتحكي مأساة هذا الطفل في رؤية العالم يعني اللي هو الرؤية البكر تماما اللي هو بيحدد نقاب بتاعتها علشان يختار اسم لأخوه المولود الجديد فكلنا بنحن للطفول أيوه ده حقيقي أيه القصص اللي حسيت أنه فيها روابط يعني أيه اللي بيربط ما بين القصة دي والقصة دي ولا كل قصة منفصلة تماما هي منفصلة لكي أنا المدرسة اللي أنا خارج منها اللي أنا تعلمت منها الكتابة الإبداعية هي المدرسة العالمية المتمثلة في أنتونتشكوف والمدرسة المصرية المتمثلة في يوسف إدريس بحب دايما فيه ربط يعني ما يبقاش الموضوع منفصل تماما يعني ممكن مثلا في مجموعة أنا عملتها سنة 2016 اسمها عالم فرنشي عالم فرنشي هو البطل واحد والأحداث متغيرة والزمن واحد وكأنها فصول في رواية لكن هي مجموعة قصصية كل قصة لها حكاية هنا في الهروب خارج الرأس الموضوع مختلف شوية يعني فيه بعد نسبي لكن مش بعد كلي وكلها بتدعو للهروب خارج الرأس يا إما زي ما قلت الحرك في بداية اللقاء يا إما للماضي يا إما للمستقبل إن هو يا إما بيهرب وهو كبير يا إما بيهرب وهو صغير يا إما بيهرب لزمن جاي يا إما بيهرب لزمن فات أوكي وإيه أشهر القصص أو إيه أكتر القصص فيهم في الثلاثة شهر قصة القريبين لقلب حضرتك يعني واضح النبونة دي عزيزة عليك واضح النبونة عزيزة عليك لأن حضرتك ذكرتها وشرحتها هي قصة لطيفة طبعا جدا يعني يهمني أعرف تفاصيل أكتر عنها الولد هو البطل الولد هو البطل وهو الراوي يعني هو اللي بيحكي هو البطل وهو الراوي بس هو بيحكي هو كبير طبعا عن زمن فات وبيحكي بيقول إيه إيه الحكاية شكلها إيه الحكاية الحكاية أنه هو قاعد فيه الوقت اللي بيختاره فيه الاسم فاجم أريبه لإعمامه وخلانه والبلد عشانه والدته أنجبت طفل فاجم بعشين يحتفلوا السبوع وإلى آخر هذا الكلام وكانوا في رمضان وهما بيحطوا للصحور أعمالين يختاروا اسم للولد فهي قالت لهم لأ أحمد هو اللي يسمي المولود الجديد فهو تاني يوم الصبح حط الموضوع في بناءه وخدوا على محمل الجد زي إيه طفل يعني وراح قادي رف الشوارع يدور على اسم لأخوه ملقاش اسم فخم حلو شكله جميل الناس كلها بتحتاج له الناس كلها بتمجده زي محرّتك دقاتي في البداية قلت يعني حاسيت أنه هو حد محبوب عنده شعبية الناس كلها بتمجده وكمان لطيف مع الاطفال وكمان لطيف مع الناس يعني بيشايل في جيبه حلاوة على طول يدي للولد مثلا بيوزع عليه فهو شايف أنه ده هو الشخص اللي لا يليق اسم بخوه أكتر من ما يليق بهذا البونا اللي هو أبونا اللي هو أبونا فاللي بيرجع لولدته فبيقول لها فبتضحك هي بتضحك لأنها عرفت أنه هو بيقول كده ليه أو هو راح لف الشارع وجاب بقى عنده خلفية معرفية أكتر أخلى شخصية تقريبا من وجهة نظره أو هو شايفها بالزبط كده جميل